استنفت الجامعة القاسمية تعليمها الحضوري لفصل الربيع في جميع كلياتها وقاعاتها التعليمية بعد تطبيقها للإجراءات الاحترازية وفقاً لتوجهات وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والتربية والتعليم شارقية الموقع عالمية الرسالة إنها الجامعة القاسمية التي فتحت أبوابها مجدداً واضعة بعين الاعتبار صحة الطالب ومستقبله تلك الصورة رصدناها أثناء دخول الطلاب للحرم الجامعية التأكد من نظام المرور الأخضر آلية ومسؤولية أخذتها الجامعة على عاتقها مع العودة إلى المقاعد الدراسية خلال الفصل الدراسي الجديد ابتداء من 24 يناير بدأت الدراسة بشكل حضوري لجميع الطلبة والطالبات في الحرم الجامعي وهذا الإجراء رافقه كل الاحترازات الصحية المطلوبة التعليم الآن رجع تعليماً حضورياً إلى الحالات المستثنى كان يكون الطالب للتوصل من بلده يحتاج إلى أيام لكي يحصل على الإجراءات اللازمة من الاستخراج الهوية ثم أخذ اللقاح وغير ذلك ومع ذلك الطلب يلتزبون بمحاضراتهم بشكل وجاهي انتظام همة ونشاط أجواء عمّة القاعات الدراسية في كليتي الطلاب والطالبات حيث جهزت المرافق والمختبرات مع تسخير كافة الإمكانات لضمان استمرار عملية تعليمية ميسرة تخدم الطالب وترفع مستواه المعرفية متحمسون للفصل الدراسي الجديد للحضور في هذه الجامعة المباركة والاستزادة من العلم الشرعي وأيضاً نحصد الفائد الكبرى من هؤلاء الدكاترة والكادر التعليمي أنا أفضل الدراسة حضورياً لأنه يكون فيها أكثر فعالية طبعاً للدكاترة والطلاب للتفاعل بينهم وبين بعض فأنا أفضل الدراسة حضورياً ويعطينا جو من الحماس بيننا وبين زميلاتنا أفضل بكثير من التعليم عن بعد لأنه أقدر أواجه الدكتور أشوف مثلاً في حاجة من يفهمتها موزل يكون عن بعد يكون فيه شوية صعوبة مثلاً أحياناً انقطع في الإنترنت تهيئة الأجواء المرنة والصحية تضمن تجربة تعليمية ناجحة وتحقق رؤية الجامعة في تخريج جيل متسلح بالعلم ومشارك في دفع عجلة التقدم الذي تواكبه إمارة الشارقة إذن عاد النشاط مرة أخرى في الفصول الدراسية بالجامعة القاسمية التي استقبلت طلبتها لينهل من معرفتها وعلمها الذي لا ينضب لأخبار الدار ريم عيسى ترجمة نانسي قنقر